السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأريكم طريقة حل مشكلة خطأ في إعادة توجيه في أدوات مشرفة المواقع جوجل سيرج كونسول قد تصلك رسالة إلى الإيميل الخاص بك أو في إشعارات جوجل سيرج كونسول سبب جديد يمنع فهرصة صفحاتك اكتشفت خدمة سيرج كونسول أنه لا تتم فهرصة بعض صفحاتك لموقعك الإلكتروني للسبب الجديد التالي خطأ في إعادة توجيه كما تلاحظون هذا المقال قمت بنشره في المدونة منذ فترة ولم يتم أرشفة هذا المقال في محركات البحث الخاصة بجوجل عندما نأخذ رابط هذا المقال ننسخه من هنا في الأعلى بهذا الشكل ونتوجه إلى مشرف المواقع ثم نفحص المقال يقول لجوجل لم تتم فهرصة هذه الصفحة بسبب خطأ في إعادة التوجيه وهنا يقول لي تعذر جلب الصفحة خطأ في إعادة التوجيه عندما تتوجه إلى حسابك في جوجل سيرج كونسول ثم هنا في العمود الجانبي هنا في قسم الفهرصة تضغط على الصفحات لدينا هنا الأسباب المؤدية إلى عدم فهرصة الصفحات على موقعك منها من هي عادية ومنها من يجب إصلاحها مثلا تم حضر الصفحة باستخدام robots.txt أو تم استثناء الصفحة من الفهرصة بواسطة علامة OneDex هذه عادية لأنك أنت من تقوم بذلك يعني تحضر فهرصة صفحات الأقسام والأرشيف من الفهرصة أما خطأ في إعادة التوجيه إذا لم تكن أنت من قمت بإعادة التوجيه للصفحة فهذا المشكل يتطلب الإصلاح إن شاء الله في هذا الفيديو نتعرف على كيفية حل هذه المشكلة بطريقة بسيطة وبدون أي تعقيدات سواء كنت تشتغل في بلوجر أو ورد برس اتبع معي نفس الخطوات أول خطوة سنقوم بها هي الدخول إلى ورد برس أو بلوجر مثلا أنا أشتغل في بلوجر سأقوم بالدخول إلى منصة بلوجر ثم سأقوم بالتوجه إلى المشاركات في مربع البحث هذا ابحث هنا عن المقال سأبحث عن هذا المقال أقوم بنسخ عنوان المقال والبحث عنه هنا هذا هو المقال كما تلاحظون قمت بنشره منذ فترة طويلة بعد الدخول إلى المقال للتعديل عليه نضغط هنا على هذا السهم المتوجه إلى الأسفل هنا في المعاينة ثم ننقر على عودة إلى المسودة الآن المقال لم يعد منشور قمت بإرجاعه إلى المسودة بعدها نضغط هنا على رابط ثابت سوف نقوم بالتعديل على عنوان يوارال لهذه المشاركة يجب التعديل على هذا الرابط حاول أن تقوم بتغيير طفيف مع المحافظة على المعنى يعني الكلمات الرئيسية المستهدفة هذا مهم فيما يخص السيو بعدها نتوجه إلى تاريخ النشر ونحوله إلى تلقائي سيتم تغيير التاريخ إلى تاريخ اليوم وسيعتبر أن المقال جديد وكأن تم نشره بتاريخ اليوم لا بد من تحديد تلقائي هنا ثم نضغط على نشر ثم تأكيد لإعادة نشر المقال من جديد الآن هذا الرابط لم يعد شغال نعمل ريفرش للصفحة كما تلاحظون ظهر لي خطأ 404 صفحة غير موجودة أما المقال الخاص بنا سيظهر برابط جديد إذن نتوجه إلى الصفحة الرئيسية للموقع نجده في آخر المشاركات وكما تلاحظون هذا هو المقال الذي نشرناه منذ حين وهو يظهر بهذا الشكل برابط جديد هذا هو الرابط الجديد وهذا هو الرابط القادم نأخذ الرابط الجديد نسخ ونتوجه إلى أدوات مشرفة محركات البحث ننسق الرابط هنا في مربع فحص عنوان URL ونضغط على بحث طبعا هي لا تظهر في محركات البحث حاليا مشاركة جديدة سوف أقوم بطلب الأرشفة من خلال النقر على طلب الفهرسة من هنا كما تلاحظ يقول لي تم طلب الفهرسة حسنا هذه الخطوة يمكنك عملها يدويا بهذا الشكل أو الانتظار لحين أن يتم الزحف إلى الصفحة وفهرستها تلقائيا وفي كلا الحالتين سوف تنتظر ساعات مثلا 24 ساعة حسب موقعك بعد مرور بضع ساعات حوالي ساعتين سوف أجرب هل تمت أرشفة المقال أم لا أتوجه إلى البقال وأعيد نسخ الرابط الخاص به ثم نسقه هنا في مشرفي المواقع في مكان فحص عنوان URL ونضغط أنتر من لوحة المفاتيح سوف يتم فحص الرابط إن كان موجود على محرك البحث جوجل وكما تلاحظون تمت أرشفة المقال بنجاح وهو يظهر الآن على محرك البحث جوجل كما لاحظتم تم حل هذه المشكلة بطريقة بسيطة وفي وقت وجيز لكن هناك خطوة مهمة جدا يجب عليك القيام بها كذلك وهي حذف الرابط القديم من محرك البحث جوجل سوف أقوم بنسخ الرابط القديم للمقال هذا الذي أصبح يظهر صفحة خطأ ثم أتوجه إلى أدوات مشرفي المواقع بعدها في العمود الجانبي نضغط على خيار عملية الإزالة ثم نضغط على طالب جديد ولسق رابط المقال في هذا المربع نحدد الخيار الأول إزالة عنوان URL هذا فقط ونضغط على التالي ثم الضغط على إرسال سوف تتم إزالة هذا الرابط من محرك البحث جوجل وهذا مهم جدا حتى لا يتم ضبط هذا الرابط كرابط معطل به خطأ 404 لأن الربوطات تبقى تزحف إليه ونفس الشيء قم بعماله بنسبة لجميع الروابط المعطلة على موقعك أقصد روابط المشاركات المحذوفة ربما إذا كثرت هذه الروابط يعني روابط خطأ 404 سوف تسبب لك مشكل في الأرشفة لهذا السبب قم بإزالتها كما فعلنا حتى لا تتضرر أرشفة مدونتك في مشرف المواقع في الآخير بعد إصلاح هذا المشكل يضغط هنا على التحقق من الإصلاح هذا كان كل شيء حول هذا الموضوع بهذه الطريقة يمكننا حل مشكلة خطأ في إعادة توجيه في أدوات مشرف المواقع لأن هذا الخطأ يؤدي إلى عدم فهرصة هذه الصفحات أو عرضها على جوجل أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح إذا كانت لديك أسئلة أو استفسارات لا تتردد في طرحها في التعليقات بالتوفيق للجميع اشتركوا في القناة